اشتركوا في القناة تستطيعان القيام بالكثير يا سلمة أنت وكريم حقا؟ كيف؟ تستطيعان القيام بأربع خطوات مهمة الحفاظ على المصادر الطبيعية إعادة التدوير تنظيف البيئة ودعوة الآخرين للحفاظ عليها صحيح، تعلمنا أن الحفاظ على المصادر وترشيد الاستهلاك يعني مثلاً أن نطفئ الأنوار عندما نخرج من الغرفة وأن نغلق صنبور الماء عندما نخسل أسناننا وننكب الدراجة بدلاً من السيارة أو نتشارك السيارة للوصول من مكان إلى آخر أمثلة رائعة يا سلمة الحفاظ على المصادر يجعلها تدوم أكثر وتبقى للأجيال المقبلة وأنا أعرف أن إعادة التدوير تعني أن نفصل النفايات فنلقي بها في سلال منفصلة الورق وحدة والبلاستيك وحدة والزجاج وحدة والمعادن وحدها ليسهل جمعها وإعادة تدويرها ثم تستخدم في صناعة مواد جديدة مرة أخرى ممتاز يا كريم إعادة التدوير تساهم في التقليل من حجم النفايات التي يلقيها الإنسان في مكبات النفايات والتي تأخذ بعضها مئات السنين لتتحلل وقد تتسرب بعض مخلفاتها السامة إلى جوف الأرض وتصل إلى مصادر المياه وتلوثها فتصبح غير صالحة للشرب وماذا عن تنظيف البيئة؟ كيف نستطيع القيام بذلك؟ شاركوا في حملات تنظيف للشواطئ وجوانب الطرق والحذائق والغابات والتي تنظمها المدارس ومجموعات الحفاظ على البيئة والأهم أن لا تلقوا النفايات في أي مكان غير سلة المهملات المخصصة لذلك وكيف ندعو الآخرين للحفاظ على البيئة؟ بالحديث عن أهمية البيئة وكيف عليهم المساهمة في الحفاظ عليها وعدم تلويثها والحفاظ على المصادر وعدم إلقاء النفايات في الأماكن غير المخصصة لها وضرورة إعادة تدوير النفايات وأنا شخصيا سأبدأ الآن من الخطوة الثالثة سأنظف هذا الشاطئ من سيساعدني؟ أنا